اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله وعنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره البرنامج الحب والوصال ما يرتبط بمولانا صاحب العصري والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مقدمة ما يرتبط ببقية الله الأعظم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ما يرتبط بهذا البرنامج لا بد أن نسلط الضوء على مسألة الحب ومنشأ الحب والحب الصحيح الواقعي والحب المزيف الجانب الطبيعي منه والجانب الإلهي منه أصل الحب ميل النفس نحو المحبوب هناك تعريف عند من لا نظرة له في الأمور المعنوية تقدر تسميها النظرة المادية النظرة المادية يعتبرون الحب نوع مشاعر اتجاه المحبوب لأجل سد وملء الفراغ في النفس في جانب الشهوات ها شوف هذا النظرة المادية النظرة المادية تنظر إلى الحب لإشباع الغرائز الجنسية ولإشباع ما تحتاجه النفس المادية أما الحب في النظرة الشريفة الشرعية ميل النفس نحو الكمال يعني أنت حينما ترى وردة جميلة تحبها تحبها تميل نفسك إليها لأنها كمال واقعي وإن كانت هي كمال دنيوي ما يخالف بس هي كمال واقعي بعض أوقات النافس تميل إلى الكمالات الواقعية أو ما يتصورها المحب أنها كمال له يسد فراغ النفس فيها وهم لكن ما يخالف قد يمر الإنسان بمحل يبيع الساعات هو ومار هو دا يمشي عينه وقعت على ساعة جميلة رأسا يوقف يرجع للوراء يعاين الساعة أوه شكت جميلة هاي الساعة جذبته جذبه جمال الساعة جمال الساعة الظاهر كمالها الكمال التكويني فعلا لهذه الساعة وهذا أكثر من هذا الكمال ما بيها لكن هذا الكمال جذبني كمال ظاهره جمال جذبني مالت نفسي إليه سواء أريد أشتريها أو ما أريد أشتريها عدت له ما أريد أشتريها ربما ما عندي فلوس أشتريها أنا بس أوقف أتفرج عليها مثلا وهكذا تمشي تشوف رسام راسم له أشياء وإذا وقعت عينك وقع نظرك على لوحة جذبتك ليش جذبتك لو كانت هاي اللوحة قبيحة چين توقف وتعينها لا ليش لأن ما بيها كمال اللوحة اللي فيها نوع من الكمال تميل النفس تنعطف النفس تذهب النفس باتجاهه وهكذا فطر الله عز وجل الإنسان على حب الكمال لكن الشخص كما سيأتي شرحه إن شاء الله قد يصيب الواقع وقد يخطأ الواقع فعلى كل حال من رد نقف كثيرا على هذه المقدمات بس أردنا أن نشير أن أصل الحب ميل النفس إن جذاب النفس إن عطاف النفس نحو الكمال المتصور يعني النفس تتصوره كمالا لها فيما يضرب فيما يضرب مثال لملء النفس لملء فراغ النفس من الناحية الشهوانية والجنسية مما يضرب له المثال الإنسان يمر أو واقف فتقع عينه على فتاة إذا كانت هذه الفتاة مثلا من باب المثال ما فيها مرغبات يمشي ما يعينها الفتاة اللي ما فيها مرغبات يمشي كما إذا كانت محجبة بحجاب كامل ما يوقف عينها لا يقف وكذلك إذا كانت يعني بشكل هو بطبعه لا يرغب إليها ما يقف لكن إذا كانت ظاهرة العين جميلة العين كحيلة العين ظاهرة المحيا ذات ذات ابتسامة لها ابتسامة هذا ينجذب الشاب إليها يميل يحس بالشعور هذا شوف الحب مننا يبدأ يحس بشعور اتجاه هذا الجمال أو هذه الابتسامة أو الضحكة أو الإشارة أو النظرة أو العين أو ما اكتست به من ألبسة لأن بعض أوقات الألبسة تضفي جمالا على المرأة فكل هذا يمكن أن يكون سببا للإنجذاب لكن هذا النوع من الإنجذاب لملء الفراغ وسد الفراغ في الباب النفساني الشهواني الجنسي أمثال ذلك ويمكن أن ينتهي إلى صحيح نحن مريد نقول كل شي خطأ لا يمكن أن ينتهي إلى شيء صحيح الآن مو في تقييم هذا في بيان مبدأ الحب وميل النفس لما الشخص يرى كمالا في هذه الابتسامة يرى كمالا في هذه في هذا المحيا يرى كمالا في هاتين مثلا العينين يرى كمالا في هذا النوع من الألبسة ينجذب إليه هذا مبدأ الحب لكن شيئا فشيئا يتصاعد هذا الشعور والإنعطاف والميل يكون شعور هذا الشعور يترقى يبعث برسائل نوعين من الرسائل أكو أكو رسائل تكوينية عبر الأثير ما تنشاف أكو رسائل لا يبعث في زماننا مثلا برسائل صوتية برسائل كتابة إذا استطاع أن يصل أو هو يتكلم مباشرة يسلم ويشير لاحظت فهذا السلام وهذه الإشارة بعد الإنعطاف هذه مرحلة ثانية مرحلة أعلى من الحب صارت وقد يبعث برسائل عبر الأثير قلبي حدث عن شخص يحبه مو شرط فتاة لا الآن سنأتي أنه الحب مو دائما شهواني لا حب الكمال شيء مفطور عليه الإنسان قد يحبه عالما قد يحبه مخترعا قد يحبه مكتشفا قد يحبه رجلا يخدم المجتمع لأن ذن كلهم كمالات والإنسان يحب الكمال فمن يتصور أن كل الحب يعني مثلا واحد صادق لوحده وبعدين يتأثر خانت به أو ما خانت به أو لا 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 هذا جزء بسيط جدا من أنواع الحب جزء بسيط الحب له مفاهيم عميقة مفاهيم شريفة مفاهيم لطيفة مفاهيم عفيفة الحب له درجات فإذا مالت النفس يبعث برسائل عبر الأثير لمحبوبه يعني هذا القلب يبعث رسائل الشخص المقابل يحس بها يحس بالرسائل إذا واحد أنت تحب من صدق هو يحس أنت تحب فلما يشوفك بالرؤية الأولى ربما يبتسم لك هاي الابتسامة جواب لتلك الرسائل فس إحنا مو في صدد بيان كل ما يتعلق بهذا المطلب الغرض بعد ذلك بعد ذلك يبدأ الشعور يتزايد في الإنسان من شعور قلبي إلى بصمات في الحافظ والنفس وبعد ذلك يجري على اللسان إذا واحد قام يحبل واحد ما يتحمل يصير عدة فلتات على اللسان ما أمير المؤمنين صلواته الله عليه ما أضمر مرء شيئا إلا وظهر على فلتات لسانه وصفحات وجهه إذا شاف محبوبة من بعيد يتغير شكله إذا فد وقت شاف مصادق غير يتغير شكله يظهر على صفحات الوجه على فلتات اللسان يبدأ بالحديث القرآن يحدثنا عن ذلك أولاد يعقوب يقول لليعقوب تالله إنك لفي ضلالك القديم إتبعدك مجلب بيوسف تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين إيش قد تذكر يوسف إلى متى تذكر يوسف حتى تكون حرضا يعني تهلك تشرف على الهلاك إذن هاي مسألة مهمة جدا مسألة تالله تفتأ تذكر يعني شنو؟ يعني يعقوب ما كان ينقطع عن ذكر يوسف مما يبين أن المحبوب إذا تمكن من القلب يؤثر في المشاعر إلى حد يذكره كثيرا يبدأ بالذكر الكثير له لاحظت هذا المعنى؟ القرآن يقول والذين آمنوا أشد ذكرا لله أشد حبا لله ذكرهم أكثر يكون لله يعني كل ما يتعلق الإنسان بشخص وتعلقه حقيقي يبدأ بذكره فالشخص هناك شخص غافل عن إمام زمانه تأتي السنة من أولها إلى آخرها يوم واحد ما يقرأ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن ما يقرأ غافل مو منتبه تكلموا تعرف أن إمام زمان بيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء ببركات إمام زمان ندى نعيش إذا بدأ بالمعرفة شيئا فشيئا كلما تزداد المعرفة يزداد الحب يبدأ باليوم مرة يقرأ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن بعدين تزداد أكثر فأكثر فأكثر ويقوم الإنسان يلهج في كل صلاة بذكر إمام زماننا ينقل ينقل أستاذنا آية الله الشيخ مسلم الداوري يقول كل كنا نصلي خلف أستاذنا آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي ما صلينا خلفه صلاة إلا وقرأ في قنوته اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن إلى آخره حتى كان البعض يظن أن السيد الخوئي من يعرف دعاء غير هذا في القنوت يصور من يعرف دعاء ولكن هذا كاشف عن ماذا عن التعلق كاشف عن التعلق إذن هناك مسألة مهمة إذا ازدادت المعرفة يرى أن ذكر إمام زماننا لابد أن يكون مع ذكر الله عز وجل أقم الصلاة لذكري لما يقيم الصلاة لذكر الله يكون في ضمن ها الدعاء للإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف كم لنا حب وتعلق بالإمام حتى يظهر تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا إش قد تذكر يوسف راح تموت من ذكر يوسف كافي ليش يذكر يوسف لكثرة المحبة فإذن إذا ازداد الحب يبدأ الإنسان أن يذكر محبوبه بلسانه وربما يزداد الحب ما يعبر عنه بالعشق العشق هذه لفظة عادة تستعمل في الحب الشهواني عادة تستعمل في هذا الجانب لأن أمير المؤمنين في الحديث المنسوب إليه صلوات الله وسلامه عليه لما سئل عن العشق قال تلك قلوب خلت الله الله تلك قلوب خلت من محبة الله فابتلاها الله بحب غيره لما خلت من محبة الله تريد صار فيها فراغ من اللي يملأ الفراغ حب غيره فلذا ورد في الحديث عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه القلب حرم الله فلا تدخل حرم الله غير الله لتمكن قلبك لغير الله خلي لله فلذا إبراهيم الخليل الذي وصف في القرآن صاحب القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم صاحب القلب السليم إبراهيم فسرت في الروايات القلب السليم القلب الذي لا يوجد فيه إلا الله هذا طبعا لما نقول لا يوجد فيه إلا الله أكو أشياء تابعة لله موجودة فيه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لما وصل إلى نيشابور وأهل نيشابور 24 ألف محدث 16 ألف منهم جايب القلم والمحبر ويا حتى يكتب يا ابن رسول الله حدثنا فأخرج رأسه الشريف من تلك العمارة التي كان جالس فيها أماط الستار وهو جالس على الراحلة المحمل العمارة المحمل يعني جالس فنظر إليهم وقال حدثني عن أبيه حديث السلسلة الذهبية كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي لا إله إلا الله توحيد معك غير فلما مشت الراحلة قليلا أوقفها ثم أطل بوجهه الكريم على الناس والناس تبكي وتنظر إليه قال بشروطها لا إله إلا الله كلمة التوحيد وكلمة الحاق لها شروط بشروطها وأنا من شروطها شروط التوحيد الإمامة نرجع إلى ما كنا عليه القلب يتمكن من شيء واحد وهو الله عز وجل الحديث حديث مع الله أولياء الله مو أجانب عنه مو معناة شركاء لا لا ليسير باطل مجذوبون إلى الله وَأَرَادَهُمُ على المعصوم يقول السلام عليك يا عين الله السلام عليك يا يد الله فإذن هذه المفاهيم غير أجنبية عن الله تبارك وتعالى فنحن إذا أحببنا المعصوم أحببنا النبي الله يدعونا إلى شيء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بالاتباع يعني هذا مو أجنبي عن الله إذا أنتم تحبون الله لازم يكون عندكم حب لرسول الله صلى الله عليه وآله على عجالة أخيرة هناك كان رجل يبيع الزيت في المدينة كل يوم يجي يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وينظر إليه فرد يوم إجا مرتين في المرة الثانية وكان رسول الله يستطيل له يستطيل لأن قاعد مع جماعة ربما ذاك من بعيد ما يشوف فكان يرفع نفسه يستطيل له فكان ينظر إليه صاح للي أشهى المرة اليوم مرتين إجيت قال يا رسول الله شغف قلبي أحبك ما أقدر كل ما أخرج لحاجة ما أستطيع أن أذهب لحاجتي إلا أن أأتي وأنظر إليك هذا زيات مغرم عاشق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسنتكلم حول كلمة العشق فيما بعد إن شاء الله فذهب أيام لم يأتي وبعد أن جاء بعد أيام بعد أيام سأل النبي وصلى الله عليه وآله عنه قال له لما ندري ذهب إلى السوق وكان دكان والرجل خاليا سأل عنه قيل يا رسول الله ثلاثة يام صار لميت هذا الرجل ترحم عليه قيل يا رسول الله إنه كان يرهق يرهق يعني بس طلحنا يمشي خلف النساء يعني صفة موزينة كان به قال رحمه الله إنه كان يحب رسول الله حبا شديدا الإمام الصادق يقول كان يحب رسول الله حبا شديدا والنبي قال غفر الله له يغفر الله له وإن كان نخاسا حتى لو كان يبيع البشر ما دام يحبني هذا الحب يغفر الله له هذا الحب الصحيح هذا الحب المقرب إلى الله تبارك وتعالى هذا الحب الذي يوجب الغفران نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون على الهدى والتقى والحب الصحيح لله وإلي أوليائه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية اشتركوا في القناة